أول دافع من دوافع الخشية أول دافع وأول سبب يخليك تخشى الخشية المرضية ضعف الوازع الديني والإيماني في قلب العبد ما أخذ بالك كل ما منسوب الإيمان يكتر الخشية من الله تعالى كل ما منسوب الإيمان يزيد الخشية من التفرط في حق الله والخشية من الركوع في المعاصي يزيد لكن ضعف تلاقي بقى الخشية تحولت من الله إلى الخشية من الناس تحولت الخشية من فوات الجنة ومن دخول النار إلى الخشية على الدنيا وعلى المال وعلى الأرزاق تعالوا نشوف يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله لأن عندهم ضعف إيماني سبحانك يا رب يعني آيات زي الآية مثلا أولا لحركم الآن يعني مجموعة من الناس يعني هم أكثر من مرة أكثر من مرة كانوا يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يوسع عليهم حتى يجاهدوا في سبيل الله لما يعني أمروا بالياد في سبيل الله الخشية ظهرت لأن الإيمان ضعيف ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لو لا أخرتنا إلى أجل قريب يوم ربنا سحة تعالى يعالج هذا المرض الوضع في الإيمان كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة مش مرتبط بالجهاد ولا بالكفح ولا بالنضال أينما تكونوا يدرككم الموت ويقول لهم ولو كنتم في بروج مشيدة وقبل كده أقول لهم متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى يبقى الدفع الأول وراء الوقوع في هذا المرض هو إيه ضعف الوازع الدني إيه تاني حب الدنيا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة تخيروا وأبقى حب الدنيا أصل كل خطيئة فالإنسان الذي يخشى الناس هو بيحب الدنيا الذي يخشى الأعداء بيحب الدنيا الذي يخشى فوات الرزق ده بيحب الدنيا الذي يخشى أن يحدث لأولاده شيء من بعده هذا يحب الدنيا الذي يخشى من الفكر ويخشى من الرئي ده يحب الدنيا خد بال حضرتك عشان أمر تبقى أضحى عندنا طيب إيه أيضا خد بالك يعني كراهية الموت أيضا من نفسها سمأل أن حب الدنيا وكراهية الموت ده سبب الوهن الذي يصيب الإنسان يعني كراهية الموت أيضا تصيب الإنسان في مقتل هو خايفي أبا ربنا غير مستعد لهذا اللي كان لذلك القرآن الكريم يعني لما تحدث عن يعني عن الدنيا وعن الموت قال لك وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أنت بتفر وبتهرب وخاف من الموت هو جايلك جايلك كل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم هتفر منه فين أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج المشاهدة إذن كراهية الموت أيضا يجعل الإنسان أو يمرض الإنسان ويجعله يصاب بمرض الخشية المذنومة بمرض الخشية المذنومة طبعا دوافع كثيرة وأسباب كثيرة